بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشهر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم في شابتر جديد شابتر نمبر 6 Thermal properties of matter الخصائص أو السماعات الحرارية للماد I will cover the following points هذه النقاط أنا أغطيها أول حاجة temperature وبعدين heat capacity specific heat وبعدين thermal expansion forms of heat transfer Stevens low radiation Temperature دائجة الحرارة دائجة الحرارة هي عبارة عن The atoms of and molecules in a gas الزرات والجزئات في الغاز are in constant motion يعني بسرعة سابت Temperature is a major of the speed ودائجة الحرارة هي مقياس للسرعة سرعة من مين with which they move سرعتها التي تتحرك بها More exactly It is a major of their average kinetic energy بدقة أكبر لكي نعرف دائجة الحرارة بدقة أكبر هي عبارة عن مقياس لمن من الوضع؟ لمن من كل فضي التوقع للطاقة الحركية وbs للزرعات والجزئات The higher temperature gives agua هذه الحرارة عالية تقابلها The Faster The Molecules of Move هنا في الحالة الأولى Heat is added to an ideal gaz هذه الحرارة أعطيت الغاز مثالي ماذا حدث؟ This heat increases the kinetic energy of the gase atoms هذه الحرارة التي أعطيت أدت إلى ارتفاع الطاقة الحركية المين لزرات الغاز هذا الارتفاع في طاقة الحقيقية يقابلها أطول The temperature is also English الارتفاع في داقة الحرارة الهيد كبسة الساعة الحرارية والساعة الحرارية هي مصطلح من مصطلحات علم الديناميك الحرارية السيرمو ديناميك ويرمز لها دائما في الغالب بالرمز C وديها هي قيمة تبين مدى قابلي جسم الماء لتخزين الطاقة الحرارية أو The ability of material to absorb heat قدرة المادة على تخزين أو امتصاص حرارة Quantitatively the energy required to produce a unit rise in temperature for one mole of material هي الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة واحد مول تمام من المادة درجة واحدة وقادل القانون بتاعها ان الهيد كبسة T اللي هي وحدتها جول لكل مول لكل كيلفن معروف انها C تساوي DQ by DT DQ عبارة عن energy input اللي هي جول لكل مول الـ Delta T temperature change بالكيلفن لأن الريحة تقاس في النظام العالمي الوحدات تقاس بالكيلفن بالنسبة لمواد الصلبة والسوائل اهي صلبة وسوائل لا تختلف السعر الحرارية مع اختلاف مين لا تختلف السعر الحرارية عند ضغط سابت مع السعر الحرارية عند تحت حجم سابت الهيد كبسة T و الهيد كبسة T تساوي بالنسبة للمواد الصلبة والسعيلة solid and liquids لكن بالنسبة للغازات الامر مختلف Cb is larger than Cb لأن تتمدد الغازات كثيرا مع دراجة الحرارة الهيد كبسة T تقاس تقاس من ت訴ج حية لكل كيلفن نظام العالمي اتقدام 차onden بالنسبة للكل liberated and كبسةER و هذه الاعتماد السعر حقيقة poke the T الهيد كبسة T والهيد كبسة T الغازة 올라 B والمواد الصلبة بق MAC هي عندي مواد سربة تصل لغاية حد معين كده عند حالي يحصل سبعات بعد كده هذه القيمة تساوي 3R 3R والR هي الثابة العام للغازات وبذلك يساوي 8.31 جول لكل مول لكل كيلفين بالنسبة لإعتبارات الزرية الإنرجي يستورد في مواد الزرية بمعنى أي؟ أن الطاقة تخزن في مين؟ في الهتزاز الزرية عند حرارة تحتى الزرية نجد أن الزرية تهتز حركة تزيد بسيطة جدا مثلا حول وضع الاستقرار عندما تزود الحرارة هذه الحركة الهتزازية حول وضع الاستقرار يزيد يبقى أن تزيد الحرارة عندما تزداد الحرارة متوسط الطاقة الحرارية تمام للزرات يؤدي إلى متوسط الهتزاز الزرية طاقة الهتزاز الزرية للزرات تزيد الاتوميك فيبريشن الاتوميك فيبريشن are in the form of lattice waves or phonons الفونون دي هي وحدات الطاقة الحرارية وحدات الطاقة إيه؟ أهي طاقة الحرارية يعني دي هي عبارة عن الحرارة بتنتقل من مكان إلى آقر تمام عن طريق الفونون ودي الفونون is analogs مسابه to the photons in electromagnetic radiation هذه الفونونات هي مشابهة تمام يعني لمين للفوتونات في الشعار الكهرومنصي؟ الفوتونات هي وحدات الطاقة الضوئية يبقى الفونون وحدات طاقة حرارية الفوتون وحدات طاقة ضوئية الفوتون الواحد له طاقة مقدارة إيه وهذه الإيه تتناسب مع الميو التردد بتاع الموجة بتاع الضوء والإيه تساوي إتش ميو ديه المعادلة بتاعة بلانك ديه بداية الفيزياء الكمية هنا بنجد أن أدي أنا عندي مثلا لاتس فيبريشن النورمال لاتس بوزيشن الريد بوينتز هي عبارة عن نورمال لاتس بوزيشن فور أتومز هي عبارة عن المواضع الشبيكية أو الشبيكة العادية للزرات لا يوجد حرارة عادية لا يوجد أي حرارة لكن بمجرد أن أسخن هذه المادة يحدث القاتي أن الريد بوينتز يحصلها تسبلس أو تسبلس أو تسبلس للبوينتز يبقى البوزيشن تسبلس بسبب المواضع يحصل لها بسبب الإهتزازات شكرا للمشاهدة